مثيرة الجدل المعتاد تناقش الحكومة مشروع قانون موازنة عام 2023 التي تعتمد بصورة أساسية على فرض المزيد من الضرائب والرسوم كمصدر لتمويل نفقات الدولة علما أن استراتيجيتها هذه لم تكسبها العامل فائت ما كان متوقعا من إرادات وبقية الحكومة في العجز سبب بسيط أن الافتراضات اللي عم تحطها الدولة على الإرادات أنه هذا الرقم أنا بدي حصله إرادات ما عم بتقدر تحصله لأنه فيه تهريب واقتصاد ظل وتهرب ضريبة ما عم تقدر الدولة تضبط هذا الموضوع يعني إذا دورية درك اليوم بدي توقف بيع كعك بالشارع بقلهم جايين اللي عندي وتاركين اللي ما عم يدفع درايب إذا بتروحي عن طبع الدرايب بقلك جايين اللي عندي وتاركين الأملاك البحرية إذا بتروحي عن طبع الأملاك البحرية بقلك جايين عندي وتاركي الصوريخ يعني كله بصير عامل لينك على بعضه صار بالإن كونسيون طبعا الناس كل واحد بيدفع على الثاني لأنه ما حدا معترف الدولة بكل بساطة الموازنة هذه أطلق عليها الخبراء عنوان موازنة رفع العتب كونها تأتي متأخرة بعد شد الحبال من قبل نواب الحاكم وإرضاء لصندوق النقد الدولي ويضاف إلى الأسباب التي سبقت والتي تحول دون تطبيقها ترهه للقطاع العام يعني ما نبلش من موصفين قطاع العام اللي ما معهم منزينة يوصلوا على أشغالهم هذه النقطة الأولى أما اليوم الموازنة هي عم تنترح متما سميت موازنة لأرضاء صندوق النقد الدولي لكن بدي أذكر أنه صندوق النقد الدولي نحن بنعرف أنه بعد ما فاوض ما بيفاوض اليوم وقت معنا رئيس جمهوري ما بيفاوض وقت عنا حكومة تصريف أعمال عدم القدرة على تحصيل الدرائب فكرة يجمع عليها كذلك رئيس جمعية الدرائب هشام المكمل الذي أضاء عبر الأم تيفي على خطر أكبر يتمثل بالاستفادة من تمرير درائب جديدة في ظل الفوضى اليوم تحضيرا لسلل ضريبية إضافية في الأعوام المقبلة ويعتبر أن أمثال تلك الموازنات لا تشجع على نمو الاقتصاد لبل تهرب المستثمرين وتضرب القطاع الخاص خاصة باقتصاد مهترق باقتصاد الكاش الذي يضرب يوم بعد يوم الاقتصاد الأبيض ويحفز الاقتصاد الأسود اليوم زيد الدرائب لا تزيد أبدا مداخل الدولة يزيد التهريب ويزيد تمويل الإرهاب والطبيعي للأموال وغيرها الجديد قديم مع هذه السلطة وخاتمة التقرير كليشي هذه الموازنات بعيدة كل البعد عن الموازنات الإنمائية الاستثمارية خالية من الإصلاحات المطلوبة وصيغت أصلا بعد فوات الأوان ترجمة نانسي قنقر